هل تعترفون بشرعية الحكومة السودانية أم فقط تعترفون بشرعية ما يعرف بمجلس السيادة وقيادة القوات المسلحة؟ نحن وبكل تأكيد وكما قلت مرارا نؤمن بأهمية القوات المسلحة ونؤمن بتاريخيتها المؤسسية في البلاد ونود أن يكون لها تاريخ عريق في سودان ذا سياد ونعرف أن شعب السوداني يحترم الجيش السوداني وربما هم مشككين بسلساتهم أكثر مما هم مشككين في قيادات جيشهم وقد رأينا قوى سياسية سلبية تحاول احتجاز بعد أفرع القوات المسلحة لأنهم بحاجة إلى هذا الحرب ليستمر من أجل أن يبرروا عودتهم إلى العهد السابق عهد لا يود الشعب السوداني ولكن قناعتنا بمستقبل القوات المسلحة وهذا في السجل العلني نحن نؤمن بأن هذه فرصة لأن شاركوا على أعلى المستويات أحد المتابعين يسألني من تقصد بشكل واضح وصريح بالقوة السلبية التي تعيق عملية السلام في السودان هل لك أن تسميها لنا بشكل واضح وصريح أم لا والأمر مطروك لك بالتأكيد مجدداً أنا سأسميهم وأقول بأننا نعرف مسؤولين البشير هم يريدون هذا الحرب من أن يستمر هناك أيضاً من أمراء الحرب التي تكسبون الكثير من هذه الحرب ومن معاناة الشعب السوداني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر